بخصوص المواقع الجغرافية لهذه الضربة العسكرية التي وجهت للقوات الأمريكية وبحسب المصادر الأمريكية وهنا ننسب الخبر إلى البيت الأبيض نفسه البيان الرسمي الذي صدر بعد دقائق قليلة من الإفساح عن هذه الحادثة وردا على سؤالك يبدو إجابة البيت الأبيض أن القوات الأمريكية استهدفت في شمالي شرقي الأردن مرة أخرى جديدة وفقا لبيان البيت الأبيض وعلى القرب من الحدود السورية وبالتالي المنطقة الجغرافية التي كشف عنها البيت الأبيض هي شمال شرقي الأردن دون أن يسميها بشكل واضح أو يكشف عنها وقال أنها على الحدود مع سوريا هذا بالنسبة للرد على سؤالك مروج أيضا مرة أخرى جديدة يحمل المسؤولية بلغة في الحقيقة نادر ما نستمع إليها من البيت الأبيض في بياناته الرسمية أن تكتب بهذه الطريقة وصف الميليشيات المسؤولة عن هذه الضربة بميليشيات راديكالية متطرفة مدعومة من إيران وتعمل من الأراضي السورية ومن الأراضي العراقية أيضا في نهاية البيان بعد أن تحدث باستفادة شعورية في الحقيقة مروج للحالة التي يشعر فيها بايدن والسيدة الأولى نتيجة مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة واستهداف 25 آخرين وعبر عن حزنه الشديد جدا لهذا الأمر وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية سترد يجب أن لا يساور أي أحد أي شك بهذا الخصوص وأنها سترد وفقا للطريقة التي هي تختارها ووفقا للزمان الذي ستختاره وبالتالي هذا هو نص البيان الذي صدر من البيت الأبيض قبل دقائق قليلة تعليقا على ما جرى ولا شك أن ستكون هناك حملة شعواء في الداخل الأمريكي ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الطريقة التي يتعامل فيها مع أمن الجنود الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط ضد الطريقة التي يتعامل فيها مع إيران وملفه النووي وضد الطريقة التي يتعامل فيها مع وكلاء إيران العسكريين في المنطقة من الميليشيات المتوزعة في عموم المنطقة من العراق إلى سوريا إلى اليمن وحتى حماس اشتركوا في القناة